بسم الله الرحمن الرحيم وجد العلماء حديثا أن القمر جسم بارد بعكس الشمس التي تعتبر جسما ملتهبا ولذلك فقد عبر القرآن بكلمة دقيقة عن القمر ووصفه بأنه نور أما الشمس فقد وصفها الله تعالى بأنها ضياء والنور هو ضوء بلا حرارة ينعكس عن سطح القمر أما الضياء فهو ضوء مع حرارة تصدره الشمس يقول تعالى هو الذي جعل الشمس ضياءا والقمر نورا من كان يعلم زمن نزول القرآن أن القمر جسم بارد إن هذه الآية لتشهد على صدق كلام الله تبارك وتعالى